اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة هي راح تكون محاضرة مفتوحة يعني نتكلم فيها عن عن النصائح العلاجية نتكلم فيها كمان وش رايك روبا نبدأ بعد خمس دقائق تكون عشان الصلاة افضل طيب تمام ابشي خلاص خلاص تمام اي خمس دقائق ان شاء الله ننزع اوكي خلاص اكتر تمام مالا راحتك اشتركوا في القناة 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 أو مرتفع عن المستوى أو المعدل المطلوب هذا يكون سببه أحد شيئين يكون نقص في إنتاج أو إنعدام الإنتاج الأنسلين من البنكرياس أو مقاومة لعمل الأنسلين داخل الجسم طبعاً أغلبكم يعرفوش الأنسلين لكن الأنسلين باختصار هو هرمون يفرز من البنكرياس اللي هو عضو في الجسم وظيفته نقل السكر من الدم إلى الأماكن التخزين اللي في الجسم فوجود الإنسلين مهم لضبط مستوى سكر الدم نقص الإنسلين كما يحدث في السكر اللي من النوع الثاني هو اللي يسبب ارتفاع السكر أو ضعف في عمله بسبب مقاومة الإنسلين هذا دائماً نجده في السكر من النوع الثاني السكر من النوع الأول يكون لها تقريباً ما هم موجودة إنسلين عند مرضى السكر من النوع الأول لعدة أسباب طيب وش العوامل المساعدة في ظهور مرض السكري؟ طبعاً يمكن الكلام هذا ينطبق بشكل أكبر على السكر من النوع الثاني أنا قلت لك مرجع عيدة هل السكر من النوع الثاني يكون فيه ضعف في إنتاج الأنسلين؟ غالباً يكون تقريباً نصف الكميات اللي تفرز بالعادة عند الإنسان الصحيح تكون مفقودة عند المريض اللي عنده سكر من النوع الثاني؟ أو يكون موجودة لكن بسبب الوزن أو بسبب عوامل أخرى هل موجود هذا يجد مقاومات زي الحواجز قدامه عشان يعمل فالوراثة لها دور كبير زيادة الوزن لها دور كبير لذلك نجد أنه لما نسوي رياضة ونقص الوزن السكر يتحسن عدم ممارسة الرياضة زي ما تفضلت الحمل والتغيرات الهرمونية اللي مع الحمل بعض الأدوية زي الكورتيزون هذه ترفع السكر بعض الأمراض والإصابات الشديدة في غدة البنكرياس هذه عادة تكون مع السكر اللي من النوع الأول أو في بعض الله قدر الله الأورام اللي تيجي في البنكرياس التدخين هذا يزيد مقاومة الإنسلين يعني التدخين ما هو سبب مباشر للسكر لكن المدخن الإنسلين اللي داخل الجسم يجد مقاومات أو حواجز للعمل فإذا ابتعدنا عن التدخين صار الإنسلين اللي داخل الجسم يعمل بشكل الأفضل تقدم العمر كما تقدم الإنسان في العمر يكون في ضعف الإجهاد النفسي يعني الإجهاد النفسي ما هو سبب لكن عامل يرفع السكر لكن ما هو مسبب للسكر طيب هذه تقريبا تنطبق بشكل كبير على السكر من النوع الثاني السكر من النوع الأول اللي كانوا يسمونه أول سكر الأطفال هذا عادة لا يكون فيه التهاب كثير من الأحيان فيروسي يضرب البنكرياس يدمر الخلايا المفرزة للإنسلين فيكون فيه نقص شديد جدا أو شبه انعدام للإنسلين داخل الجسم لذلك يظهر عندهم السكر من بدري وهما أطفال فنجدهم دائما اللي يجيهم السكر وهما أطفال ما هو بسبب زيادة البوزنطيقة كثير منهم نحيف لكن يجي عنده السكر لأن الخلية هذه فيه عامل جاء وأثر على عملها وصار ما عاد تنتج شيء نتكلم عن أنواع داع السكري النوع الأول هذا عادة يصيب الأطفال وصغار السن لكن فيه حالات نادرة ممكن نجده فيه الكبار النوع الثاني هذا عادة يصيب البالغين وجدنا الآن في حالات كثيرة وحتى الناس اللي هم بعمر 15 و18 يجيهم السكري بسبب زيادة الوزن وهذولي بالذات يكون أوزانهم زايدة بشكل كبير سكر الحمل هذا عادة سكر الحمل يكون مرتبط بالحمل لأنه فيه هرمونات يزيد إفرازها فترة الحمل عند النساء هذه ترفع من مستوى السكر في الدم وتضعف من عمل الأنسلين فيه النوع الأخير هذا نسميه السكر الثانوي أو اللي هو يكون ما هو بسبب ضعف في الأنسلين أو مقاومة للأنسلين لكن بسبب بعض الأدوية أو بعض العوامل الجينية ترفع من مستوى السكر في الدم مجرد أن نوقف الدواء ينزل السكر مرة ثانية لكن بعض الأدوية زي مرضى الربو اللي يأخذون الكورتيزون الكحبوب موكا بخخات الفترة طويلة من الزمن أو بعض الأمراض يأخذونه الفترة طويلة من الزمن قد يكون أثره مستمر وش أعراض داء السكري؟ طبعا الأعراض هذه أنا مهم لكم الله يعطيكم العادي تعرفون أنه هالأعراض هذه هي أعراض عشان تعرف أنه عندك السكر إذا ما عندك السكر وكذلك حتى لو عندك السكر وشفت الأعراض هذه معناته أن السكر عندك مرتفع فهي مهمة لنا من ناحيتين إذا أنا ما عندي سكر صار عندي تبول زائد عطش وجفاف في الدم وجفاف الفم فقدان وزن مفاجئ تعب شديد وفقدان للطاقة هذه عادة تكون أعراض إذا أنا ما عندي سكر لازم أروح حل للسكر تأكد أن السكر مرتفع أو لا طيب أنا عندي سكر وشفت الأعراض هذه معناته أن السكر عندي مرتفعت مستوى عادة أن يكون فوق 250 لما أحلل فهذه مهم جدا أنه ناخذه من ناحيتين واحد سمعت عنه أنه عنده الأعراض هذه معناته أقول له رح حل للسكر طيب أنا عندي سكر وجتني الأعراض هذه تبول زائد يقومني من النوم تكرم وعساس تكرمون أروح لدورة المياه أو على طول أدور الموية وفمي ناشف الوزن ينزل بشكل مفاجئ وأنا ما أنا مسوي لا حمية ولا شيء هنا أبقل لا لو ما كنت حلل للسكر لا كوي تحلل لو ممكن يكون مرتفع عندك طيب كأرقام أنا عندي جهاز السكر وأبغى عرف سكر كويس ولا لا إذا أنا صايم الصيام معناته عندي ثمان ساعات ثمان ساعات بدون أكل وبدون شرب عدى الموية الموية ما في مشكلة منها المفروض يكون أقل من 100 ميلي جرام طيب بعد الأكل بساعتين يفترض يكون أقل من 140 ميلي جرام والمعدل التراكمي اللي هو معدل ثلاثة أشهر للسكر 5.6 طيب في مرحلة شيء يسمونه ما قبل السكري هذا اللي أنا ما عندي سكر لكن ممكن أنا على عندي احتمالية أنه يصير عندي سكر بعد فترة هذا لما يكون أحلل ونصايم بعد ثمان ساعات من التحليل من الصيام أو ثمان ساعات من عدم الأكل والشرب عدى الموية يكون ما بين المية والمية وخمسة وعشرين لما أنا بعد الأكل بساعتين أحلل والقوم من 140 إلى أقل من 200 أو التراكمي من 5.7 إلى 6.4 طيب متى أقول أنه عندي سكر؟ أقول أني عندي سكر لما يكون السكر عندي بالتحليل المخبري طبعاً ليس الجهاز المخبري أكثر من 126 لمرتين مختلفتين في الوقت يعمل حلل الآن وبعد ساعة حلل لا اليوم مثلاً وبكرة أو بعد الأكل بساعتين يكون أكثر من 200 لمرتين برضو أو التراكمي عندي أكثر من 6.5 ولمرتين على فترتين متباعدتين طيب كيفية التعايش مع الداء السكري؟ كيف أنا الآن عندي سكر؟ كيف أتعايش معه؟ دائماً الأصل في نجاح أي علاج للسكر وفي ضبط مستوى السكر أنه يكون النمط المعيشي للشخص يكون صحي ترى ما هم معناتها أن أقول أنه أنت كمريض سكر لازم يكون عندك السكر أنت لازم تمشي على نمط صحي غير الناس المفروض النمط الصحي هذا اللي يمشي عليه المفروض حتى الإنسان الصحيح اللي غير مصاب بالسكر يمشي عليه اللي هو التغذية الجيدة الرياضة المناسبة نص ساعة على الأقل خمسة أيام في الأسبوع يكون ماشي سريع برضو العلاج الموصوف من الطبيب ألتزم فيه وإذا عندي أي استفسار أو ملاحظات على الدواء أرجع للطبيب ما غير من نفسي الالتزام بالتحليل المنزلي متابعة الطبيب المثقف الصحي وفي لقطة مهمة أنا أحب أن نبه عليها كثير لأنه زادت الفترة الأخيرة اللي هي وسائل التواصل الاجتماعي باستمرار توصلنا لرسائل المكان الفاني عنده علاج يخفي السكر ينهي السكر ما في أي شيء اسمه السكر يختفي أو ينتهي ولا في شيء اسمه دواء سحري يخلي السكر يروح لا السكر ممكن يكون منضبط وعلى المستويات المطلوبة إذا أنا أتزمت بالحمية والمشي والعلاج الطبيب والمتابعة مع الطبيب كل ثلاثة أشهر إذا سكري غير منتظم وكل ستة أشهر إذا سكري منتظم فمتابعة الطبيب جدا 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 مهمة طبعا مع المثقف الصحي ومدرب السكري طيب وش النظام الغذائي اللي أنا ينصح فيه؟ دراسات كثيرة عملت في الناحية هذه وجدوا أنه الإنسان لما يأخذ ثلاث وجبات رئيسية بمستويات مقبولة مهم ثلاث وجباتها يعني زائدة ومعها وجبات خفيفة أفضل من اللي يأخذ وجبتين مثلا في اليوم كامل لكنت وجبات ثقيلة يعني أوزع أكلي على أربع خمس مرات بس أكل خفيف أفضل من أني أكل وجبتين بكميات كبيرة شرب الموية معدل تقريبا لترين في اليوم يعني أربع إلى خمس علب صغيرة زي ما قلنا الوجبات الخفيفة هذه وجبة خفيفة يعني مثلا نصف رغيف خبز حبة توست وحدة حبة فاكهة وحدة هذه تكون ما بين الوجبات الرئيسية في بعض الناس يحب التمر أقول وأنا مثلا بين الوجبات الرئيسية ممكن تأخذ حد أقصى ثلاث تمرات هذه بمعدل خمسة عشر سعر حرارية خمسة عشر قرام نشويات طبعا زي ما نشوف في الصورة هذا يسمونه الرغيف الصحي الرغيف الصحي يفترض يكون مقسم على ثلاثة أقسام هذا اللي يعني لو أبعطي نصيحة سريعة ومختصرة وتمفهم من الجميع زي ما هو في الصورة هذه الرغيف الصحي عادة تنقسمه ثلاثة أقسام خمسين بالمئة تكون سلطة زي ما أنتم شاهدون الصورة يبقى عندنا خمسين بالمئة ثانية يعني نصف يكون سلطة الصحي النصف الثاني قسمه ربعين ربع يكون نشويات ممكن رز على تقريبا مقدار ست ملاعق أو ماكرونة أو ممكن يكون نصف رغيف خبز النصف الثاني يكون بروتين طيب النشاط البدني النشاط البدني جدا جدا مهم لأنه ليه لما أنا أمشي بمعدل تقريبا ثلاثين دقيقة كل خمسة أيام يعني يوميا مثلا من الأسبوع السبع أيام خمسة أيام أمشي فيها نصف ساعة خطوة سريعة هذه تساعد على حرق السكر اللي موجود في الجسم تساعد على أنه الإنسولين اللي داخل الجسم يعمل بشكل أفضل تساعد على نزول الوزن اللي يخلي السكر يكون والعلاجات تعمل بشكل أفضل فجدا جدا مهم النشاط البدني طيب هل لازم نسجل في نادي؟ لا أيامنا هذه الأجواء حلوة ممكن الواحد يمشي نصف ساعة والله أنا مثلا وجدت صعوبة أنك تخصص وقت معين للمشي هالنصف ساعة ذي بسبب ارتباطاتك أو أي سبب آخر عندك طريقة سهلة جدا أنصح فيها كثير من مرضاي أنت عندك خمس صلاوات في اليوم ممكن تختار لك مرتين بدأ ما تروح للمسجد القريب راح للمسجد أبعد بحيث أنه عشر دقايق مشي وانت رايح وعشر دقايق مشي وانت جاي أو بهال المعدل هذا وتكون خطوة سريعة هذا بتساعد كثير على موضوع أنه التزام بالرياضة فيه نقطة مهمة كمان أحابة أتكلم عنها وقت ما مرس التنشاط البدني دائما ننصح أنه يكون المشي هذا مع تكرمون جزمة رياضية أو جزمة طبية مساعدة على المشي لأنه مع المشي المستمر لما ما استخدم شيء مناسب للمشي بيكون فيه ألام في الظهر ألام في الركب فهذه مجدا مهمة الأدوية الموصفة من الطبيب هذه جدا جدا مهمة أنه أنا ألتزم فيها والله جتني رسالة في الواتساب أو شفت موقع أنه الدكتور فلاني والله عنده علاج مختلف عن علاج ممتاز للسكر أو من هالنواحي هذه طيب أنا أبسأ أول شيء مفرض أن أسوي أرجع للطبيبي يا دكتور أنا والله جتني رسالة هذه وش رايك لأنه للأسف صار فيه استغلال تجاري لموضوع السكر بحكم العدد الكبير من مرضى السكر اللي موجودين لأهداف تجارية للأسف فجدا مهم أنه أتابع طبيبي والله ما عندي استفسار أسأله في الموعد القادم يا دكتور أنا وش رايك وأسأله يعني كل شيء عندي وأستفسر منه لكن ما أوقف علاج لأنه المشكلة لما أنا اليوم أبدأ أخذ علاجات بعد شهر أشوف لي رسالة من واحد ثاني وروح وغيري علاج ثم بعدين أرجع للطبيبي هذه اللخبطة تخلي السكر دائما غير منتظر التحليل المنزلي طيب متى يحتاج أسوي التحليل المنزلي إذا أنا والله أخذ حبوب إذا هي منظم أو أدوية ماهي نسبة الهبوط معها قليلة جدا ما يحتاج أسوي تحليل منزلي يكتفى فقط بالتراكم اللي كثاث شور يمر مع الطبيب طيب أنا لو أنا أخذ أدوية خافضة للسكر زي الدياتاب أو الديمكرون هذا عادة أحلل مثلا مرة واحدة في اليوم وأنا الصبح مرة أحلل مثلا بعد الأكل بساعتين بعد الفطور مرة أحلل بعد الغداء بساعتين مرة أحلل بعد العشاء بساعتين على فترات متبعدة ملازم أسوي أربعة أو خمسة في اليوم لا تحليل واحد كافي لكن أسجل بورقة مثلا أختار وأغيرها يوم مثلا الأحد أحلل الصبح أول ما أقول من النوم الأثنين بعد الفطور بساعتين الثلاثة بعد الغداء بساعتين الأربعة بعد العشاء بساعتين وهكذا وأسجلها عندي وأعرضها على الطبيب جدا مهم أني أخذه معايا للطبيب لما أروح له طيب أنا إذا أنا أخذ إنسولين لا يختلف الوضع هنا عاد الطبيب بيحدد إذا هو إنسولين مرة واحدة باليوم متى أحلل إذا هو إنسولين متعدد طيب متى أحل السكر شي الثاني غير أنه لهدف معرفة سكري منتظم ولا لا لما يكون عندي أعراض وش الأعراض؟ لما يكون عندي أعراض هبوط أو أعراض ارتفاع أعراض الارتفاع تكلمت عنها أول أنه تبو زايد عطش زايد نقص شديد في الوزن أحلل نحظتها أو لو يكون عندي أعراض الهبوط أنه مثلا خفقان، جوع شديد، أحس بتعرق، دوخة، وهذا ما يكون على هبوط أحلل على طول وبنتكلم عنها عن هبوط السكر طيب المضاعفات الحادة هي تكون ارتفاع السكر عادة لما يكون أكثر من 250 ميلي جرام يبين معنا مثل ما قلنا لكم أنه يكون فيه نقص شديد في الوزن، يكون فيها تبو زايد أحيانا السكر اللي عندهم من النوع الأول يكون عندهم ألام في البطن، رائحة الأسيتون أحيانا توصل إلى غيبوبة إذا ارتفعت السكر ارتفعت حادة جدا طبعا هذه الحموض الكتونية عادة نحذر منها اللي عندهم السكر من النوع الأول وأكثر ما شفناها لما المريض ينقطع عن العلاج هذا بشكل رئيسي بصراحة طيب علاج ارتفاع السكر عادة علاج ارتفاع السكر إذا أنا والله ما أنا عند الطبيب وشفت السكر مرتفع شرب المويل كثير اتصال بالطبيب أو المثقف الصحي أحيانا المرضى اللي يأخذون الإنسلين ممكن يأخذ جرعة صحيحية من أربع وحدات إلى ستة وحدات من الإنسلين سريع المحول لكن هذه عادة يكون ينصح فيها من الطبيب ويشرح للمريض من المثقف السكر كيف يأخذ الجرعات التصحيحية طيب انخفاض السكر الشديد انخفاض السكر الشديد هذا لما يكون السكر لما أحلله تحت السبعين لما يكون تحت السبعين هذا تعريف انخفاض وأعراضه عادة مثل ما قلت لكم خفقان جوع شديد تعرق أحيانا إذا وصلت تحت السكر لحت الأربعين ويكون في غيبوبة أسباب والشيء لما مثلا أخذ علاجي بدون ما أكل الوجبة بالذات اللي يأخذون الإنسلين أو أنه أنا والله أخذ جرعة مضاعفة أو أزيد من الجرعة بدون ما استشير الطبيب فهذه أشياء مهمة أو في بعض الناس اللي هم يستخدمون الإنسلين أحيانا يستخدم الإنسلين وبعد يسوي الرياضة على طول لذلك حنا ننصح دائما أنه بعد حقنة الإنسلين يكون بعد ساعتين الرياضة تكون بعدها بساعتين مور بنفس الوقت فأعراض انخفاض السكر تكلمنا عنها علاج انخفاض السكر أنا طيب لو حسيت بالأعراض هل أحل الأول ولا أصحح أو لا المفروض أصحح الانخفاض وبعدها أحلل على طول كيف التصحيح شرب نصف كوب عصير محلة أو تقريبا ثلاث ملاعق صغيرة من السكر مذابة في الموية أو أخذ قطعتين حلوة أو ملعقة عسل مع ماء طبعا أنا أفضل الخيار الأول هو أفضل شيء نصف كوب عصير محلة أو ثلاث ملاعق سكر مذابة في الماء لأنه يكون مفعولها سريع وعيد التحليل بعد طبعا وحلل بعدها على طول لقيت السكر تحت السبعين أنتظر خمسة عشر دقيقة أرجع أحلل السكر مرة ثانية لقيت ولا لازل تحت السبعين أسوي نفسه اللي سويته أول مرة اللي هو نصف كوب عصير أو ثلاث ملاعق سكر بعدها بخمسة عشر دقيقة أرجع أحلل مرة ثانية ولازم أمر للطبيب أو المثقف الصحي أساس تعديل العلاج إن لازم طيب مضاعفات السكر وش مضاعفات السكر اللي هي على طبعا مضاعفات السكر سببها الرئيسي حاجتي السبب الأول اللي هو ارتفاع السكر السبب الثاني العامل الزمني كيف يعني لو أنا السكر عندي على طول التراكمي فوق السبعة يعني ثمانية تسعة باستمرار ما حاولت أن يضبط السكر هذا ممكن يجيب مضاعفات في المستقبل لا قدر الله السبب الثاني العامل الزمني العامل الزمني يعني كيف يعني واحد عنده السكر مشخص من سنتين نسبة أنه إصابته بمضاعفات أقل من واحد السكر عنده له عشرين سنة تكون لا نسبة المضاعفات أعلى ولذلك طبعا المدة هذه ما لنحن علاقة فيها ما أقدر أقول والله أنا خلاص أبوقف عجلة الزمن وأقول أنه والله السكر بسبب سنتين لا الوقت يمر وهذه ما هي بيدنا طيب وش اللي بيدنا اللي بيدنا ضبط مستوى السكر أنه أخلي السكر عندي دائما التراكمي تحت السبعة لأنه كل الدراسات لقيت أنه السكر التراكمي لما يكون تحت السبعة عادة يكون المضاعفات تقل بنسبة أربعين بالمئة عند المصابين بالسكر طيب وش المضاعفات اللي يجب أننا نحرص أننا نتجنبها ونتابع مع الطبيب هل هي موجودة ولا اللي هي اعتلال الأعصاب وعادة يكون زي الخضرة في الرجلين تنميل هذي ممكن تكون معاها اعتلال الشبكية لذلك ننصح أنه مريض السكر كل سنة يسوي فحص للشبكية مرة واحدة بشكل مستمر ويفحص الأقدام والأعصاب مرة واحدة في السنة اعتلال الكلا لذلك حنا مريض السكر كل ثلاث إلى ستة شهور نعمله تحليل البول إذا هو طبيعي ينعاد بشكل سنوي القدم السكرية لذلك ينصح المريض عادة أنه دائما قبل أن تنام تكرمون ناظر قد أقدامك واللي بين الأصابع إذا فيه زي البقع البيض اللي بين الأصابع هذي ممكن تكون فطريات ناظر طراء الأقدام من تحت هل فيه جروح أو ما فيه جروح وراجع الطبيب في حال وجود أي شيء من هذا الشيء فهذه تقريباً يمكن الأشياء اللي حاب أنكم تطلعون عليها وفي حال أي استفسارات تفضل والله يعطيكم العافية الله يزاك الخير دكتور ما قصرت الله يعافيك طيب الحين قبل ما نبدأ بس فقط الأسئلة بالنوع على أمر جمعية السكري تحرص على تقديم الدعم المستمر للمصابين بداء السكري وتعمل الجمعية على تقديم الأجهزة المختلفة لقياس نسبة السكر بالدم للأطفال والكبار للراغبين بالحصول على الأجهزة التواصل مع الرقم الآتي 053 733 731 وسيتم وضع الرقم في شات الزوم بإذن الله طيب الآن نبدأ فقرة الأسئلة بإذن الله يا دكتور تحرص على الرقم الآتي تحرص على الرقم الآتي تحرص على الرقم الآتي تحرص على الرقم الآتي بشكل مستمر بشكل مستمر أخذه بدون أكل ما أكل وجباتي بشكل أربع وجبات خفيفة على فترات متباعدة أو مثلاً اللي عندهم يأخذون إنسورين أخذ الجرعة حقتي وبعدها نروح مارس الرياضة بشكل مباشر هذه عادة تسوي ممكن يكون فيه انخفاضات في السكر أحياناً يكون الطبيب رأى أنه أزيد الجرعة بسبب السكر مرتفع لكن الزيادة هذه كانت يعني أكثر من الحد المطلوب فممكن تسوي هبوطات طبعاً وطبيعة بعض الأدوية أنه تكون نسبة الهبوط معاها أكثر من غيرها فدائماً إذا كان عندي هبوطات متكررة وإذا منتزم بالعلاج يفضل مراجع الطبيب قد يغير جرعة للاج يراجع النمط الغذائي اللي أنا سويه والنمط الرياضة اللي أنا سويها ويعدلها بناءً عليها طيب تمام في سؤال عن فوائد خل التفاح لماذا السكر يا دكتور؟ حقيقة ما عندي أي معلومة مثبتة علمياً عن الشيء هذا ولا أعتقد فيه دراسات مثبتة علمياً حنا عادةً نسمع شيء كثير عن الأدوية العلاج يعني خلقوا الأشياء الشعبية أو الأشياء اللي يجب أن يخلل التفاح وغيره الحلبة هذه أشياء فيه أشياء نعم فيه لها فوائد لكن مدام ماهو مثبتة علمياً ما أقدر أعطي جواب علمي مدام ما فيه دراسة تثبت على عدد كبير من البشر فعاليتها ما أقدر أقول والله هذه لها فائدة ولو كان لها فائدة مثبتة علمياً كان وجدت في الإرشادات الطبية تمام طيب كيف يمكن خفض السكر التراكمي من سبعة إلى ستة هو طبعاً حقيقة حنا ما نبغى متى نبغى نبحث عن أنه خفضه من سبعة إلى ستة حنا أصلاً الهدف حقنا دائماً تحت السبعة تحت السبعة هذا جداً مناسب لنا ومرضي جداً لنا إلا في بعض الناس اللي يكونون توهم يعني في مقتبل العمر وما ياخذ أدوية تسوي هبوط للسكر نقول والله حنا نفضل أن يكون بدأ للسبعة يكون تحت الستة ونص مو ستة تحت الستة ونص هذه عادة مدام تحت السبعة أنا راضي جداً كيف انتهى تنزلوا تحت السبعة إلى ستة ونص عادة تكون بالنظام الغذائي والرياضة طيب تمام في سؤال عن حساسية الأنسلين ما هي هو حساسية الأنسلين عادة هذا تكون مصطلح نستخدمه لما يعني بحيث نتكلم عن فعالية الأنسلين سواء داخل الجسم أو الأنسلين اللي يستخدمه الشخص كعلاج يعني الآن لما أتكلم عن الأنسلين اللي داخل الجسم الأنسلين موجود لكن غير فعال لأنه في مقاومة أو حساسيته قلت كيف تقل مع زيادة الوزن يعني لما يكون الوزن زائد كأني أنا يعني أنتم أشبهها بالرياضي اللي قاعد يهرول في ميدان وأحط له كل تقريباً عشرة متر حاجز هل هو راح يكون زي اللي يركض في الميدان بدون أي حواجز لا طبعاً بيجد مقاومة له أو بيتعب لين يوصل لأنه كل مرة بيقفز له حاجز فهنا يكون عنده هذه حساسية الأنسلين أنه تقبل الجسم أو الخلايا اللي داخل الجسم للإنسلين هذا هو معناة الحساسية حكته التقبل هذا قد يكون يزيد وهذا الشيء المطلوب لما أنا وزني ينقص أو أخذ بعض الأدوية لتزيد تقبل الجسم للإنسلين أو ترفع من حساسية الإنسلين زي المنظم ويقل في حال زيادة الوزن تحسس الجسم للإنسلين يقل الإنسلين الخارجي اللي أنا آخذه لما نتكلم عن حساسية الإنسلين هذا لضبط الجرعات وهذا عادة نستخدمه في النوع على أول تمامي عافق طب في سؤال عن ما هي متلازمة الأيض متلازمة الأيض أيوة طبعا متلازمة الأيض هو اللي يسمونه متابلك سندروم هذا يعني عادة لما يكون المريض عنده سكر عنده زيادة في الوزن عنده ارتفاع في الدهون هذه كلهم مع بعض يسمونها زي المتلازمة لأنه المتلازمة عادة لما أنا أجمع كذا مرض مع بعض فما هو بس سكر وحده سكر ارتفاع في الدهون ارتفاع في الوزن وهكذا فهذه هي اللي يسمونها المتلازمة ولذلك لو يلاحظون مرض السكر لما يجينا مريض السكر ما نجي ونفحص فقط السكر عنده نفحص السكر نشيك على الوزن نفحص الدهون نفحص الضغط لأنه ما نبغي يكون نعالج السكر وننسى الأشياء الثانية لأنه لها أثر برضو تمام في سؤال عن هل تسبب الكربوهيدرات في تخزين الدهون الكربوهيدرات تسوي تخزين للدهون هل تسبب؟ هو طبعا هو أي ارتفاع في مستوى يعني أي ارتفاع في مستوى في الوزن الكربوهيدرات بترفع الوزن في الأخير زيادة الوزن هالي تخزن على شكل دهون في الجسم ففي لها علاقة ولها أثر طيب تمام ما معنى الصيام المتقطع وهل هو مفيد لمرضى داء السكري؟ هو الصيام المتقطع هذا عادة مصطلح يستخدمونه حقيقة الأجانب في دراساتهم يعني لما يتكلم أنه والله أنا طبعا هم مصطلح الصيام عندهم زي مصطلح الصيام عندنا يعاملونه بالساعات ثمان ساعات إلى 12 ساعة مثلا كل يومين ثلاثة أيام أنقطع بشكل كامل عن الأكل من ثمان إلى 12 ساعة بعدين أرجع آكل طبيعي مثلا يوم بعد يوم أو كل يومين ثلاثة أيام وجدوا بعض الدراسات أنه لها فائدة على الوزن وعلى مرض السكري وعلى الدهون بشكل رئيسي نجد أنه شيء مقارب لها عندنا اللي هو صيام الاثنين والخميس لكن ما ينصح أنه تعمل إلا بعد مناقشة الطبيب وخصائة التغذية لأنه الآن الصيام لما أنا أوقف ثمان ساعات أو 12 ساعة عن الأكل يفترض أنه جرعاتي تتعدل وطريقة أخذي للعلاج تتعدل بناء على صيامي لازم أعرف موضوع الضبط العلاج عشان موضوع الهبوط كذلك فهي تستخدم لكن حنا يعني ما هي ركن أساسي في علاج السكر لكن ممكن تكون مفيدة في دراسات تقول مفيدة في دراسات على العكس تقول أنه لا ما هي مفيدة ما في يعني نتيجة قطعية نهائية أنه والله فيها فائدة واضحة جدا للعيان لكن اللي همني دائما أنه أوكي تبغى أن تتجربها عندك الاثنين والخميس صيام وأجر وفقد تكون فيها فائدة للسكر ولكن مهم أنه أضبط جرعاتي لأنه جرعات العلاج وقت الصيام تختلف عن جرعات العلاج في الأيام العادية فلازم يكون لها ضبط معين قبل سأجربها عن طريق الطبيب تمام طب في واحدة تقول أن ولدي أصيب من سنة بداء السكري وعمره خمس سنوات هل بعمره هذا المضخة تكون مجدية معه طبعا المضخة تعطى لأي واحد عنده سكر من النوع الأول لكن المضخة يعني المضخة لا يجب ما هي جهاز يعني يقرأ ويعالج بناء على يعني بناء على سكر الدم لا ما وصلنا اللي يسمونها البنكرياس الصناعي لا هي المضخة تقرأ تحليل السكر وبعدين المريض يدخل العلاج فهي تعطى لكن عادة تعطى بسن أكبر شوي بحيث أنه إلا في حالات معينة اللي هما يكون عندهم السكر يكون ارتفاع شديد أو خبوط شديد هذا ممكن يستخدم لهم المضخة بتعاون الأهل لأنه المضخة لما تحط عادة الجرعة المريض أو عائلته هي اللي تحط الجرعة بناء على تحليل السكر في الدم وبناء على الأكل اللي بياخذه فتحتاج يعني تعلم تحتاج تدرب فما هي يعني ما وصل للآن إلى المرحلة اللي أنه لا أركب مضخة وهي تقرأ وتعالج بناء على السكر هذه تعمل لكن لازال في مرحلة الدراسات وعلى عدد محدود من الناس لتكلفتها العالية فعادة يعني المضخة ممكن تكون بسبسنة أكبر شوي وبناء على نصيحة الطبيب يعني عادة المضخة لازم نتقييم خاص من الطبيب ما نقدر نقول هذا يصلح له هذا ما يصلح له لا هي تقييم من الطبيب مباشرة طيب تمام في سؤال عن ما هي حقنة التروليسيتي الأسبوعية وهل يوجد منها حقنة يومية أقل بالأعراض الجانبية طيب التروليسيتي هو خلني بتكلم أنه هو هرمون هو هرمون زيه زي الإنسلين يسمي الهرمون هذا GLB1 الGLB1 هذا هرمون وش ميزته ميزته أنه ما يسوي هبوط في السكر نادرا ما يسوي هبوط في السكر ضبطه للسكر بشكل كويس ما يزيد ينقص الوزن عادة ما يزيده وكمان يوجد منه نوع يحقن بشكل يومي ونوع يحقن بشكل أسبوع زي التروليسيتي أو السيم أغلوتايت هذا فيه أنواع كثيرة وعلى حسب الشركات يعني فيه منه شي يعطى بشكل أسبوعي وفيه شي يعطى بشكل يومي كفعالية مقاربين اليومي وأسبوعي كأعراض جانبية وجدنا أنه كثير من اللي تعطى بشكل أسبوعي مقارب اللي بشكل يومي من ناحية المضاعفات الجانبية وبنفس الوقت أريح المريض يستخدمها بالشكل أسبوعي ولكن هي ما هي بديل عن النسرين هذه نقطة مهمة أنه هذا شي يعني ما أقارن الدواء هذا اللي هو GLB1 بالأنسرين يعني مثلا واحد محتاج للأنسرين أقول له والله وقف الأنسرين واخذ هذا لا الأنسرين شي وال GLB1 شي لأنه هذا هرمون وهذا هرمون لذلك مرضى السكر من النوع الأول اللي ما عندهم أنسرين بشكل كامل هذا ما ينفع لهم لأنه هم محتاجين الأنسرين والدواء هذا زي ما له فوائد له أثار جانبية ولو محذير يعني مو كل واحد ينفع يأخذه فلذلك أخذه لازم يكون عن طريق الطبيب المتخصص ويفضل يكون على مستوى استشاري يقيم الحالة يشوف هل المريض عنده أشياء تتعارض مع الدواء هذا فما يعطي أنه فيه بعض الحالات تتعارض مع الدواء هذا فما ينفع أنه روح الصيدية يقول الله عطمية أو هلأ لأنه قد يكون له أثار جانبية غير محمودة لو استخدم بطريقة غير صحيحة أو بدون رأي الطبيب طيب تمام الله يعافيك في السؤال عن ما هي الدهون المشبع والمهدرجة وأين تكون وعادة في الجيلة النباتية في المنتجات الحيوانية هذه هي اللي يكون فيها الدهون المهدرجة وهذه عادة ما ننصح فيها ننصح عادة غير مهدرجة زي يعني نبتعد عن المنتجات النباتية الدهون النباتي النباتي السمن والأشياء هذه دائما ينصح أنه نبتعد عنها ونستخدم الغير مهدرجة طيب تمام معنا آخر سؤال دكتور ما هو مرض السكري الكاذب ما في شيء اسمه سكري كاذب السكري يكون موجود يكون ما هو موجود فما فيه سكري كاذب يعني ما فيه مصطلح اسمه سكري كاذب السكري لأنه هو قراءات يكون موجود بناء على التحليل أو يكون غير موجود لأنه التحليل طبيعي فما فيه سكري غير كاذب فيه ناس يتكلمون عن هبوط أنه كاذب أو غير كاذب هذا شيء ثاني لكن سكري كاذب ما فيه سكري كاذب يا سكري موجود أو غير موجود تمام الله يزاك الخير إذا تفضل بس تقديم نصيحة آخرة للحضور نصيحتي الله يعطيكم العاقب أول شيء شكرا لكم وحسن الاستماع وإن شاء الله تكون مفيدة لكم المحاضرة نصيحتي فقط الحفار على المشي والغذاء الصحيح هذا هي أهم ركن من أركان العلاج دائما مهملة والمريض يركز على الدواء ويهملها وهي جدا فعالية زي الدواء يمكن أكثر النصيحة الثانية الحرص على متابعة الطبيب كل ثلاثة أشهر مع التحليل إذا سكري غير منتظم أو كل ستة أشهر سكري منتظم النصيحة الثالثة عدم إيقاف العلاج أو تغييره بناء على نصائح التواصل الاجتماعي وتكون استخدام العلاج أو إيقافه أو تغييره بناء على الطبيب المعالج بمشاركة المريض والله يكتب لكم الشفاء دائما إن شاء الله ويبعدكم عن كل شر اللهم أمين الله جزاكي الخير وبكذا نكون وصلنا للختام لقائنا لليوم مع جزيل الشكر لك تكتار تركي على تقديم المحاضرة العفو الله بك العافية وشاكل لكم جميعا والسلام عليكم سعدنا بكم حضورنا الكرام شاكرين لكم ونلتقي بكم مجددا على خير بإذن الله سائلنا الله عز وجل دوما الصحة والعافية للجميع مع تحيات جمعية السكر سعودية الخيرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم